خليني أتكلم عن التشجيع الرابع إذا أنت بتنتظر مجيء المسيح ثانية الله بطالبنا جميعا حياة القداسة ليتجنب الإثم كل ما يسمي إسم المسيح إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب فإذا حالة القداسة وعلى فكرة كلنا نفشل في هذا الموضوع إما فكريا قلبيا عقليا ذهنيا إما بالعمل أو بالكلام القداسة هي بكل بساطة التشبه بالرب يسوع المسيح القداسة هي الاتحاد في شخص المسيح القداسة هي الالتصاق بيسوع المسيح فتصبح جزءا من يسوع المسيح فتكون مشابه صورة يسوع المسيح هذه القداسة ولكن برضو القداسة بتتكلم عن الانفصال عن العالم المقصود قيم ومبادئ العالم الفاسد الشرير فلسفة العالم اللي هو ضد يسوع المسيح من شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة اللي بيسميها الرسول يعقوب أيها الزناوة الزواني أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة ليه إلا فهي الانفصال الكامل عن كل ما هو شر كل ما هو خطية وهو الاستئصال كل الجزور الخطية من الماضي تعمل عملية قطع عن الماضي القداسة هنا أحباء مش معناته أنك أنت صرت قدوس كامل مع أنه الكتاب بيكلم بكل صراحة كونوا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين كما أني لأني أنا قدوس والرب يسوع تكلم في العزة على الجبل قال كونوا كاملين كما أن أباكم السماوة هو كامل وقال أيضا الحق الحق أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتب والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات هذول كانوا يحاولوا يحافظوا على النموس بحذفيره بالكامل يعني بكل معنى الكلمة ولكن هنا يتكلم عن طهارة داخلية وخارجية عن قداس أحبائي اسمع ما يقول الكتاب المقدس أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس الذي لاحظ الكلام الذي أنتم هو كورنتس الأول أصحاح الثالث آية 16 وآية 17 مكتوب في كورنتس الثاني سبعة واحد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله مكتوب أيضا والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم لكي يثبت أو تثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء لاحظ في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسي بكمل بقول نسألكم أن تسلكوا وتردوا الله لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة هذه الأمور اللي عم بتسير في هذه الأيام إخوتي وأخواتي فالرب يحررنا ويملأنا في القداسة قداسة الروح ثم أحبائي يقول أو يكتب الرسول بطرس محذرا ماذا يحدث في آخر الأيام بقول يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب بطرس الثاني إصحاح ثلاثة في روميا 13 الآية 11 ممكن تشفتوه على الشاشة هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد من أجل الشهوات تعرفوا وعد المسيح للكنيسة أحبائي شو بقول هذا الوعد لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب يعني بيكلم في أفسوس إصحاح خمسة إصحاح خمسة والآية 27 يعني بكلمات أخرى عم بيكلمنا أنه الكنيسة من بره ومن جوه تكون كاملة ولا أي دنس بل يحضرها كنيسة مجيدة ممجدة منتصرة ظافرة مقدسة في رسالة بولوس إلى تيتوس مكتوب لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبر بفضائل الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب فدعو للمؤمنين للكنيسة أن تتقدس من جو ومن برا وشاهدتها تكون نور لامع ساطع في هذا المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر